الموقف السيناريو ايه اللي هيحصل؟ تعال اقول لكم سيناريوهات تآهل بيرامدز او فيوتشر من مجموعات الكونفيدرالية تعالوا نشوف زي ما قلت لكم الجيش الملكي المغربي ضمن تآهله من المجموعة في الكونفيدرالية بينما يتواجه بيرامدز وفيوتشر لحسم بطاقة التآهل الثانية على ملعب الدفاع الجوي الخاص ببيرامدز مباراة الزهاج بين بيرامدز وفيوتشر انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق بالتالي فالنفوز اي فريق سيصعد به الى الدور القادم بشاط يعني اللي هيكسب يصعد مفهومة دي سهلة التعادل السلبي يكفي بيرامدز من اجل التآهل الى الدور القادم في الكونفيدرالية بسبب افضلية الهدف خارج الديار في المواجهات المباشرة والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ايضا يتآهل بيرامدز بفضل تسجيل اهداف اكثر يعني خد بالك لو تعادلوا ايجابي واحد واحد ايضا هنا هيتم الاحتكام مش للمواجهات المباشرة اشان المواجهات المباشرة هيتساوي فيها هيتم الاحتكام لفارق الاهداف بيرامدز ايضا لديه الافضلية في فارق الاهداف اللي بعده اما التعادل الايجابي بنتيجة اكبر من هدف لكل فريق سيكون في مصلحة فيوتشر بسبب افضلية الهدف خارج الارض الوضع ببساطة ايه فيوتشر بيرامدز اللي هيكسب يسعد سهلة دي طيب اتعادلوا سفر سفر يسعد بيرامدز طيب لو لو التعادل كان الايجابي واحد 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 يسعد بيرامدز رغم انه كده المواجهات المباشرة هتبقى واحدة بس بيرامدز هنا سيتم اللي احتكام لفارق الاهداف فبيرامدز عنده اهداف اكتر او فارق اهداف اكتر تعادل اتنين اتنين يسعد فيوتشر تعادل تراتة تراتة يسعد فيوتشر ايه تعادل بقى اكبر من واحد واحد يسعد فيوتشر والفوز لأي طرف من الطرفين يسعدوا طبعا بطبيعة الحال كان نفس الاتنين يسعدوا بس خلاص لو كان النهاردة بيرامدز كسب الجيش الملكي وفيوتشر كسب بيرامدز في المباشرة كانوا الاتنين سعدوا ده السيناري الوحيد اللي كان ممكن يسعد الفرقتين وده ما حصلش فخلاص احنا قدام فريق مصري هيودع هذه البطولة وفريق مصري هيصعد عن مجموعته في هذه البطولة الكونفدرالية الافريقية كل التوفيق للفريقين ان شاء الله